عليكم طلابنا هذي مراجعة سريعة لطريقة التكامل الاكسبونينشيال الاكسبونينشيال خلي نقول هو اكس اوف تي تساوي اكسبونينشيال توبور الفا تي هذي شون نوجد التكامل مالتها هي قاعدة عامة التكامل الاكسبونينشيال اي تو الفا تي دي تي او اي متغير يعني مو الا تي مثلا نقول تكامل اي تو مثلا الفا هذا طبعا الالفا كونستان في رقم اي رقم الفا مثلا خلنا نقول المتغير اسمه واي في دي واي يعني مو الا تي او خلنا نقول تكامل اي تو الفا اكس دي اكس فاحنا حاليا بمادتنا السيغنالز انت سيستيمز المتغير هذا نحتاج يكون هو تي زمن فنوجد التكامل الى هذا يساوي عبارة عن هذي تمثل المشتقة مال الزاوية الزاوية منه هذي مال الاكسبونينشيال او خلنا نقول الداخل مشتقة الداخل موجودة برا حاليا هي الفا تي المشتقة مالتها هي تساوي الفا للمشتقة تي الصير واحد اوكي فالصير بس الفا فاذا حاليا انا الفا ما عندي برا خارج الاكسبونينشيال يعني هنا ما عندي الفا هذي ما عندي فلازم اعتبرها موجودة شلون خلنا نقول نضرب هذا في الفا على الفا يساوينا شي هذا عبارة عن واحد يعني ضربنا في واحد فماكو مشكلة حسا صارت مشتقة الداخل موجودة الالفا تي المشتقة مالتها الفا هي انا اوكي فش يصير هذا التكامل يصير تكامل واحد على الفا تكامل الفا اي تو الفا تي دي تي واضح حسا هذا كله بما انه المشتقة موجودة يطلع الناتج مالتها هذا واحد على الفا هيتنزل اوكي هذا الناتج مالتها كله هو اي تو الفا تي فقط هذا ناتج التكامل طبعا التكامل غير محدد فنقول زائد كونستانت اوكي اذا بشكل عام تكامل اي تو الفا تي دي تي يساوي واحد على الفا اي تو الفا تي زائد ثابت التكامل الكونستانت اوكي خلينا اخذ في المثال مثلا نقول اكسبونينشيال اريد تكامل اكسبونينشيال مثلا ناقص اربعة تي دي تي هذا شي صغير الناتج مالتها مشتقة الداخل وين هي ناقص اربعة تي هذا الداخل المشتقة مالتها شنية هي ناقص اربعة موجودة برده عندي ماكو عندي هنانا ناقص اربعة اوكي اذا شاقول اقسم عليها يعني الالفا هسا صارت اذا نشوف هذا القانون اللي قدامنا هذه الالفا خلينا غير لنا الخط بالاحمر هاي الالفا هي كلها عبارة عن هاي الناقص اربعة اوكي فمجرد الناتج يصير اه ناقص واحد على اربعة اي تو ناقص اربعة تي هذا الناتج مال هذا التكامل اوكي زائد كونستانت اذا التكامل غير محدد حاليا انا التكامل غير محدد شن يعني غير محدد ما عندي حدود للتكامل يعني مثلا نقول من الصفر الى سبعة كمثل ما عندي هذا الشيء فلذلك نقول زائد كونستانت اوكي خلينا نشوف مثال اخر اه خلينا نقول مثلا التكامل اي تو اه خلينا نقول ناقص تي دي تي هذا الشيء يساوي الالفا هنا حاليا نجد قيمتها ناقص واحد فالصير اه واحد على الالفا اللي هي ناقص واحد في اكسبونينشل ناقص تي زائد كونستانت هذي شو الصير هذي هذا الصير بس ناقص واحد يعني ناتج التكامل هذا يساوي ناقص اي تو ناقص تي زائد الكونستانت واضح خلينا ناخذ مثال اخر ناخذ مثال اخر اه اكزامبل ثري كمثل خلينا نقول اريد تكامل تكامل تي تربيع اي تو ناقص اثنين تي تكعيب دي تي هذا هسا شنو بيه انا عندي الداخل هذا المشتقمات ته شنية شصير ناقص اثنين في ثلاثة في تي تربيع يعني شصير ناقص ستة تي تربيع هاي موجودة عندي برا عندي فقط التي تربيع ناقص ستة ما عندي فاش اقول اقول هذا يصير تكامل تكامل ناقص ستة على ناقص ستة تي تربيع موجودة اصلا في اكسبونينشال ناقص اثنين تي تكعيب دي تي اوكي هسا هذا كله يروح خلي اشيره بال اضلله خلي اضلله بيه لو ننضلله بالاصفر هذا يروح وهذا يروح هذا يعتبر مشتقت هذا الجزء اوكي مشتقت الداخل فاش يبقى لي يبقى لي ناقص واحد على ستة اذا ناتج التكامل هذا خلي نقول واحد على ناقص واحد على ستة تكامل ناقص ستة تي تربيع اي تو ماينس تو تي تتعيب دي تي اذا نحسا مشتقت الداخل كلها موجودة مشتقت هذا هي هذي اذا ناتج التكامل شي صير ناقص واحد على ستة اي تو ناقص اثنين تي تكعيب زاد الكونستاند اوكي يعني هي بالحقيقة التكامل ما للا الاكسبونينشل هو نفس الاكسبونينشل اوكي بس لازم انتبه على مشتقت الداخل يعني مشتقت اللي بداخل الاكسبونينشل اوكي اتوقع عسا الموضوع واضح لكم وانا اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله موسيقى